موسيقى توب جديد وبودكاست جديد مع الأخ إصحاق حكينا عن جبل آثوس واليوم رح نحكي عن السيمونو بيترا أخ إصحاق شو وصفك عن اليونان؟ يعني قصة طويلة أول شيك بس لأقول الدار السيمونو بيترا هو دار من الأديار الموجود في الجبل لا لا ما تهرب من الجواب كيف وصلت على السيمونو بيترا؟ بعدين حكينا عن السيمونو بيترا للحقيقة هو اللي هيقرر واحد يروح على الدار معين في حدا بكل دار مسؤول اسمه رئيس أو يارون دابل يونانا هذا الشخص يتبدك مسؤول روحيا عن الدار أنا تعرفت على اليارودة عليشا اللي هو رئيس دار السيمونو بيترا أجل يمكن ثلاث مرات على لبنان اليارودة عليشا وتعرفت عليها بأحد زياراته على لبنان وصرت روح لأونيك الزيارات كذا مرة يعني خلوات أول مرة كانت تكون أسبوع ثانا مرة كانت تكون شهر آخر مرة كانت ثلاثة شهر يعني قبل بروح أنا على الدار بشكل نهائم أول شي هو المكان كتير مهم يعني انت باية موين رايحة هذا الشيء كتير أساساً أنه أنت راح تعيش حياته وانا كمان انك رايحة جمعة أو رايحة خلوة يعني شهر هدا أول شغلة ثاني الشغلة فيه الرئيس الدار المسؤول اللي بدي يكون عليك مسؤول روحي يعني البي روحي بالدار خصوصاً لأنه علاقتي كما هو بدي تكون بشكل دائق بشكل متواصل يومي مش بشكل يومي يومي هلا أول مفروض تكون بشكل يومي بس بشكل متواصل خلينا نقول الثالث شغلة هي الأخوية ككل يعني انت عم تفوتها على عائلة عم تسبلها عائلة فهي العائلة كلها بدت تكون روحة مثل روحي كانت كانوا بتشبهوا بعضهم قد كنهيين عليك تتأقلم مع الأخوية مع اللغة مع الخدم بغير لغة هلا ازا الكريتيريا اللي عم نحكي كنا عنهم بساعدهم تتأقلم بسرعة اوكي والخدم كيف كنت تتبعهم بأول بدايتك هدا ما أصدق الصلوات يعني الصلوات الطويلة الكبيرة هلا الصلوات هنا بيصيروا باللغة تانية احنا بس نتعلم يونانا نتعلم اليونان الجديء الجديد يعني ازا عم نحكي بمقارنة مع العربة مثل عم نحكي النحوة والدارج اليونانا الاديم يعني اليونانا الاديم بس الفرق انه نحنا بنتعلم بالمدارس العربة النحوة والعربة الدارج متعلموا بالبيت بطريقة طلقية باليونان بيتعلموا اللغة الجديدة يعني اليوناني الجديد المبسط ازا بديك اللي هو بيتعلموه بطريقة رسمية بيحكوه يعني بيحكوه بيكتبوه باللغة الاديمي اللي هي الارخياء صارت بس ازا بديك للخدم او تستعمل شي كتير رسمة. اللي هو لا يستعمل يعني بس بالجبل بعضه يستعمل لانه في عندك خدم كله مكتوبين باللغة العديمة. آآ عندك كل شيء وراء رسمية بيظهروا بالجبل كلهم بيكونوا مكتوب بمكتوبين بوراء قديمة. اخ اسحاق حكينا عن اللغة والعواقق اللي بيواجهها اول شيء الاجنبة حتى يفوت على دار بيحكي اللغة اليونانية. هل يترى انت الشخص الوحيد او في غير اشخاص اجانب دار مؤلاء الغلبية لليونانيين. آآ نحنا نحنا ثلاثة رابانيه بسيمونو وبترا. في عنا من رومانيا في عنا من سوربيا. في عنا من فرنسا. في عنا من رومانيا في عنا شاق آآ راهب من الصين آآ من مولدفيا. من روسي من وكرانيا. يعني هايده هالتنوع هايك شو اللي بيخلق بين ايك تكون شيء مشترك او شو اللي بيميز هال? ازا بديك احنا ازا بديك احنا مجتمعين يعني از كونا نحنا بلب دا دولة اليونان. الشي اللي بيجمعنا ازا بدك او اللغة اللي تجمعنا هي اللغة اليونانية. وهي الخدم هو الصلاوات اللي بيصيره بشكل جماعة ازا بدك. اللي هي كمان باللغة اليونانية. بس هل تنوع بالجنسيات ومن ثقافات مختلفة بيأثر عليكم او لا? لا ما فين اقول بأثر. وما بأثر يعني بس انه ازا بدك انه العلاقة بين الرهبان. ما انا علاقة منها نحن انا انا متل اه شركة موظفين. اه. يعني عنا حياة اجتماعية. الرهيب عنده حياة اجتماعية بس ازا بدك حياة اجتماعية بتكتصر على بعض المحدودة كتير يعني. على بعض الاشياء. يلي ما بتخلينا نضطرف ومنصير مثلا ندخل الكولتورة طبعا او من اي ثقافة جايين يعني. اصلا حكينا عن الرهبان بس ما حكينا عن داير السيمونو بيترا. اه هيك نشقته قصة الداير. ياريت بتخبرني شوي. اول شي دايرنا داير السيمونو بيترا. اه هو اسمه سيمونو بيترا. ايه شو اصل التاس؟ يعني اه صخرة سمعان. صخرة السمعان. اصلا صخرة لدي السمعان المفيد الطيب هو مؤسسة الدير. اه الدير او شي كتيراتوبية لما الديار بالجبل عندهم تيراتوبية معينة. اه لحينا ازا بدك الاوردي اللي يتعمروا فيه. مسلا اول دير هو اللافرة. اللافرة الكبيرة اللي عمره واسسه. اللي ديس اثاناسيوس الاثوسة. تاني دير هو الفاتوباذي اللي هو اكبر دير يعتبر بالجبل الغلا. تالي دير هو ليفيرون. لحديد ديرنا اللي هو رقمه تلتعش للتعش. مظبوط هو بيلاقي على صخرة و. مظبوط مش هنيك هو يسمى سيمونو بيتراي اللي هي صخرة سمعان. اول شي بس بدي اسكروا انه الدير محترق اكتر من ثلاث مرات. حتى المقطوطات الموجودة بالدير. يعني كله المحترين. يعني الاشياء اللي موجودة عن حياة لدي السمعان مؤسس الدير كتير قليلة. كتير قليلة. يعني سبدي كتجمعوا من الاضيار البقية شو عنده النخطوطات كانوا لقلنا. لكن الدير تأسس بالكورنل الثالث عشر. اواخر الكورنل الثالث عشر مع لدي السمعان المفيد بطيب. اللي هو كناسك بالجبل. هو الرحل جبل اللي يتعلم حياة الرهبنة مع شاخ اللي هو اختاره بمكان اللي نحكي عنه بمكان هو قدر يعيش فيه. بعد فترة ااخد بركة من رئيسه طيفل يعني يعيش لحاله ويكون اذا بدي كناسك بشكل رسمي. فصار يبرم الجبل لقى مغارة صغيرة بقل بصخرة محفورة يعني ونسك فيها. بيوم بليلة من الليالة بسايب كان عيد الميلاد. اه بيسمع صوت عم يحكيه عم عم يطلب اسمه. هلا من زمان كانت العادة عند الرهبان وعند الاباء يعني بس يسمعوا صوت اذا بديك. ما تغريب فهم انو هايدي العذرة وهدا المسيح عم يحكيه من طبع ضعون يعني منا انا الاحد اللي حتى يتحكينا العذرة. فتكرر الصوت صار يسمعه كزا مرة يا سمعان يا سمعان. بالمهم تالت مرة انو بيبرم لو يشوف مين عم يحكيه بتقوله انا العذرة عم بحكيك. اه انو بتطلب منه انو يدهر لبرات المغارة مطرح ما عايش. هوش انو بيدهر برات المغارة بعين اه بشكل عجائبة حدس حدس للميلاد بقلب الصخرة اللي هي موجودة بوجه المغارة اللي كان عايش فيها. وهي الصخرة كان محال وعر يعني ما حدا بروح له كان محال يعني المجنين كانوا بروحوا على الصخرة اذا بديك. محال كتير خطر بالجبل. ايه وصعب الوصول لقاله. صعب الوصول لقاله اكيد. وبنفس الوقت بشوف نجمة بيت لحم اللي رافقت المجوس بحدس للميلاد على مغارة. اه متل كانوا نزلت من السماء وغطيت فوق الصخرة. حقا. وبتقل له العطرة بعدين بالديالوغ اللي صار بينهم بتقل له انو على هادي الصخرة بدك تبنيلي الدار اه ورح نسميه بيت لحم الجديدة. يعني رح يعيد على عيد الميلاد. يعني الكنيسة الاساسية بالدار رح تعيد على عيد الميلاد. مصبو. مش ناكلة هلا الكنيسة الاساسية بتعيد بخمسة وعشرين اه ديسمبر على عيد الميلاد. بعد هالمرحلة من بعد بتحكي العضرة ببلش مرحلة بناء الدار. اه اكيد بوقتها استدعى مهندسين اللي يجوا على المكان. المهندسين سمعوا له وفاتوا على الجبل ووصلوا له المكان الوعي اللي اللي عم نحكي عنه. بيوصل له هناك اول شي بيناس و بقوله انه نوع انه عم بيحكيش هاده انه انه فيه شي عم بيحكيش هاده يعني هذا معنى انه مش مصبوط يعني انه فيه شي مش مصبوط هاده. مهم هو بيخدهم بكل بساطة بيخدهم على المكان اللي يفرجون انه هو انا احنا نبلش عمار الكنيسة مسلا. وبتعرف الصخرة انه هي متل جبل صغير يعني مراوسة. اه بشي انه بيوصل له هناك فبكون هو بكون معه تلميزة وتلميزين بالمغارة بيطلبونه يروحوا جيبوا ضيافة له عبارة عن ماي او او انبيض او شي حلو يعني صغير. بشي يعني بسيط الراحة بل هي متل الراحة يعني شي بسيطة ضيافة بسيطة بروح تلميزة من الفلميزة يجيب الضيافة والاديس بياخد المهادسين على على الصخرة بيوصل له هناك بيصيروا يحكم مع بعض الهول انه مش مصبوط يعني بيصير ويشرح لانه هون بدنا نعمل الكنيسة هون بيجيو التلميزة يضيفهن على بيكون حامل صنية وعليه على المي والكبيات والحلو بيوصل له هناك لانه عم نحكي عن المكان وعيد بيصحط وبيعب الوادي فهن بيشوفها المنزل بيجيبنه بيصيروا يصرخوا انه ولو انه جيبنا لو بدك بتقتلنا بدك انه انه في شي مش مصبوط يعني انه كانوا رح شوف حكيم يعني لهالدرجة هن عم بعاوتوا انه هن بدون خلص بدون يقروا ريفلوا من المكان بيلاقوا التلميزة اللي كان جيبنه من الضيافة جاية من مكان تاني معهم صنية ومعهم الكبيات والحتى اللي كيدي اللي موجود بقلب الكبيات يعني الماء موجودين بعد بقلب الكبيات ما صايلهم شي فوقت اشوفها هالأزرادك عجيبة اللي عملها الديس فهموا انه في شي مش طبيعي مع الديس يعني في شي ازا بدك من الله اكيد في بركة يعني من ربنا كانت اه في نعمة يعني من ربنا اه مرافقته لها الديس فبالاخر هولي التلاتة مهنسين صاروا تلميزة عنده بالدار وبلش عمار الدار عم نحكي بالكرن التالت عشر بلشوا عمره الكنيسة بعدين بالكرن الرابع عشر بقى واخره بيساعد بيساعد امبراطور الدار ليعمره المباني والقليلة زبطه القليلة وشوي شوي بيكبر الدار طيه يصير على حالته الحالية قداش في بركة كبيرة بهيدا الدار ليف بتلمسوا هيدا البركة بحياتكن اليومية اه هلا هي الحياة بحد ذاتها بيجابل قاطس هلا عم بحكي عنا بالخصيصة عنا بالدار هي بركة كتير كبيرة وهالبركة بتتمثل بالكنوزي اللي موجودة عنا هنا هن في زخائر موجودين نحن تعفى بكنيساتنا الارتدوكسية من كريم الزخائر للديسين لانه منعتبر انه نعمة ربنا هي موجودة بكل اطعاء وبكل آآ بقايا للديسين اكتر زخيرة نحن عنايها بالدار آآ زبديك آآ نادرة هي ايدا الشمال للاديس المريم المجدلية اللي هي زبديك هي من هون وطلوع من هالشقفة حرارتها لليد هي بعدها مية سبعة وثلاثين درجة ونصف اللي هي حرارة الجسم الطبيعي هي بعدها متل ما هي بس لونة غامق لانه عمرها الفين سنة الايد آآ بالتالي بطول انه بنقول انه هادي الايد هي اللي ادقرت آآ المسيح آآ وتراحة تشوف تتعاين القيامة وساعد وتل المسيح بجواب وقال له انه لا تلمسيني بعد فاني الله ما اصعد الى ابي ومش ناكي بقيت منقدر انه بقيت الايد آآ غير منحلة غير زخيرة مجدلية عنا كمان زخيفة كمان نادرة اللي هي آآ خشبة الصليب عود الصليب عنا اعده كتير ع Personen عنا الديس آآ يادزكون كمان هيو غير الزخير رأي احنا بدايرنا في زخيرة الديس شيحنا المعمدان موجودة بداير تاني مش بدايرنا مش موجودة بداير الزيونيسيو آآ هي الايد اللي عمت فيها المسيح موجودة الجبل. فهيدي اه بتذكر اه كمان شغلة نادرة بتصير اه بعيدة الظهور بصير في تقديس ماي الكبير. من المرة واحدة بتروب السنة الخدمة. بهذا الدار خصيصا بتينزل الكائن ويبارك الماء. بهذا الدار ما بنزل ايدو الكائن بنزل ايدو ليوحان المعمدان. اللي هي باركة الماء طبعا نهر الاردن. اه اخ اسحق انتو كم راهد بقلب السيمونو بيترا وكيف الخدم بتصير? كيف بيتقصى مسكابجو والنهاركن من الصباح لعشية? اه نحنا بالدار عنا اه تقيبا تمان وخمسين رايب. تنول ستين رايب يعني مع مع المبتدئين. اه اكيد تتروح عمارهم من العشرين او اتنين وعشرين لل واحد وتسعين تنول. بكل هالفئات العمار يعني. برنامج جربان هو ثلاثة تمانات نحنا بنسميها. تمانة ساعات خدم اه مشتركة اللي ترجية عم نحكي. تمانة ساعات خدمة يعني الشغل بكلمة مسيطرة. اه? تمانة ساعات ازا بديك منسميه برنامج خاص. يعني برنامج ازا بديك شخصي لكل راهي. هلا انت حوانت لنا اياها التوقيت لانه بالتوقيت اللي نحنا بنعرف فيه بس فيه توقيت اخر بدار السيمونو بيترا. مضبوط ومش بس مش بس دار هو بكل الجبل بكل الجبل. ازا بديك نحنا بهك بكلمتان بسيطين عمنا غير اه ساعة. ساعة مختلفة. الساعة البيزنطية اللي احنا بنعتمدها هي بتعتبر انه ساعة 12 بالليل يعني الساعة اللحزة بتبالش فيها اللال هي اللحزة بتغرب فيها الشمس. اللي هي اللا عوقتنا تنقل بتكون الشاعة خمسة او ستة او سبع يعني حسب الوقت بالسنة. اه ومن هونيك مبالش يمشي نهارنا. من بعد الديس عبكرة في عنا استراحة تقريبا ساعتان. من بعدها الاستراحة في في عنا خدمة اللي هي منكون عم نقرأ اول ساعات ساعة الثالثة والساعة السادسة او نرتد لبراكليس العضغة او براكليس كديس سماعان المفيد الطيبي اللي هو مؤسس الدار اه ومن بعدها نفوض على الميدة لانه هي تعتبر الميدة كفاية اه يعني امتداد للخدمة الليتورجية ومن بعدها بننطلع كل واحد على شغله من بعد الميدة كل واحد بنطلع على شغله لحديد الغروب يعني قبل الغرب اكيد بنعمل الساعة التاسعة1 دغرب يمن قرية يعني دغرب قبرة بالغرب على الساعات تسعة وهي بتكون هيا على الساعات التسعة بيمضعي الخدمة من بعد دغري بكون في الغرب من رتل او من بعد الغرب كمان بنرح على الميدة بكون عشية전�امع نفوض على الميدة من بعد الميدة بنجرب من فوضعة الكنيسة بيكون في سالات النور وبعدين بينطلع كل واحد على برنامجه الشخصي نحنا حكينا عن فرق الساعة في الشغل والرزنامة كيف الفرق بيكون يعتبر الكالندريات تبعنا نحن نعتمدينه بالقلب الجبل 13 يوم مأخر عن الكالندريات العادة هيا هلا نحن منعيد مثلا نعيد الميلاد 25 ديسمبر مثل ما انتم بتعيدوه بس نحن على الكالندريات تبعنا وانتوا على الكالندريات تبعكم يلي هو فرق 13 يوم مضبوط نحن على التوقيت على الكالندريات الجديدة بساقب 6 سنوية مش سيس فهذا الشي كله بصير اذا بدك مأخر 13 يوم لورا إلا عيد الفصح بساقب سبا لانه الكالندريات يعني اللي يتبعوا الكالندريات الجديد كان انتفاق انه بيمشوا بها الكالندريات على شرط العيد الفصح بعيدوه مع اذا بدك التقويم القديم يلي هو التقويم الارتودوكس التقويم الشرقي اللي هو كان معتمد بكل لا بكل رعيانا بكل ابرشيتنا يعني الانطاقية حتى نحن بانطاقيا تعوق كتير لقبل الكالندريات الجديدة معلوماتك كتير حلوة عطيتنا إياها شكرا لألك بس هيك رح كون طميعة شوية قبل ما تتركنا زوادة الوحية بتعطينا إياها يعني هيك على السعيد الشخصة للحقيقة بفتكر الشغل الوحيد اللي ما بتدم عليها بحياتها وبكون هيك مخصوط انه عملتها هي انه بلتزم بالكنيسة اذا بديك وهده شيء وصلني لأترابة يعني لالتزم بالدير معين بأخوية معينة وهده شيء اذا بديك كهنز كتير كبير يعني بحياتنا لأنه فعلا الكنيسة قادرة تمتص كتير ناجاتف انرجي من العالم يعني خصوصا بهذا الوضع هلأ اذا بديك شوي اذا صحيب تعني أقول ما رحقول كتير صحيب لأنه بعد فيه أصعب من هيك بكتير واحد ما تلوقول بشوفه مصيبت غيره وتونه مصيبته بس اذا بديك الكنيسة قادرة كتير 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 تمتص ناجاتف انرجي وتبث بنفس الوقت بوزيتف انرجي بوزيتف فيبس عند العالم وهذا الشيء من خلال يعني كل علاقتنا مع ربنا ومع المسيح يعني نحنا بخدمة واحدة اذا بديك بديس واحد بسجد معينة بتنقول ابانا اللذي قبل ما ننام تنقوله صلاة يسوع يا ربي يسوع المسيح رحمني أنا الخاطر مرة واحدة ولا قبل ما ننام بتعطينا طاقة لتين نهار التعب نهار كامل يعني كنيستنا كنز كبير شكراً إلك أخ أصحاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر